لمباريات الدوري العام النهاردة الحقيقة تركت على مباراة فيوتشر وبيراميدز ما بينها وبين المباراة التانية تخطيف يعني عشان طبعا ايضا المباراة الاولى النهاردة كانت صبحة والمباراةين اللي كانوا الصبح كانوا الدخلية والبنك الاهلي وتعادل الحقيقة مباراة حلو قوي 3-3 وسموحها بيفوز 2-1 على طلاع الجيش ومباراة رائعة برضو النهاردة طول النهار النهاردة مباراة حلوة بيبقى فيه اسابيع كده مميزة ومباراة قوية بنفرق سواء فوق او تحت بتبقى صعبة والنهاردة الحقيقة يعني اليوم مليء بالمباراة طبعا ختمت بي فيوتشر طبعا وبيراميدز وطبعا الزمالك والاتحاد مباراة قوية انا شايف النهاردة يعني الحقيقة يوم جميل لان كل بالتحديد المباراة السابع الساعة ثلاثة الساعة ايوة لا مباراة بالليل كمان يعني كلها ماشية لصالح النادي الاهلي نعم لان طبعا الاربعة دول بالتحديد بنفسه على المربع الزهبي وخسروا طبعا كلهم نقاط سواء فيوتشر او بيراميدز لهم اقرب حاجة للنادي الاهلي معه طبعا الزمالك خسروا اتنين بونت نعم فده بيدي حافز كمان للنادي الاهلي بكرة في المباراة الصعبة جدا ايوة يعني اتكلم عن المباراة طبعا نعم النهاردة يعني المباراة حلوة يعني اتفرجنا عليها مباراة حلوة وشيقة وكده صحيح في بعض المباراة مفاش اهداف بس مباراة كويسة في حاجة بتتعامل من الفرق بالمباراة اللي كانت موجودة كان الداخلية والبنك الاهلي واحدة من قبل الحقيقة انا الداخلية عاجبيني جدا يا كابتل عاملين مباراة رائعة الحقيقة اذا مالك تعادل مع الداخلية في ديار 94 ولا 95 النهاردة البنك الاهلي بيتعادل برضو في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة بهدف من راكل الجزاء وبتتصدوا وبعدين ترجع تدعاد تاني صحيح فالداخلية مع كابتل رداش حتى عاملين شغل كويس عاملين شغل كويس قوي والحقيقة هم من اقل الفرق اللي عمل التدعيمات حقيق يعني ودي برضو حاجة يعني كويس يا كابتل رداش حتى يعني كويس ممتاز وبيعرف واهم حاجة في المدير الفني انه بيعرف يلعب بامكانيات فرقته صحيح ما بيبالغش في الدفاع ما بيبالغش في الهجوم بيلعب كل مباراة على حسب الخصم وعلى حسب الاهم امكانيات فرقته بنك الاهلي وتعادل مع الداخلية وتوجيه الشكر لكابتن حلم طولان حاجة غريبة الحقيقة دي بقى احنا يعني انا مستغربها جدا يمكن انا في المرة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع تغيير المدربين في الدوري الظاهرة اللي بقت يعني مش حلوة ابدا ابدا للدوري وخصوصا انها كمان مع مديرين فنين كبار لهم تاريخ في الدوري العام زي كابتن حلم طولان قبل كده امبي كان بيدرب امبي وبرده مش ملحقش برضه وبعدين اللي انا مستغربه لبقى المراضي هو ملحقش يمسك البنك الاهلي 3-4-5 متشاط يعني ازاي انت طالب من المدير الفني يعمل نتائج ويعمل اداء في ظل وقت قليل قوي لسه ما حطش بصماته على الفرقة لسه ما عرفش الفرقة كويس قوي لسه ما قدروش يفهمه هو عايز ايه فانت تمشي بالطريقة دي يا جماعة دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأسماء الكبيرة يعني بصراح يعني احنا احنا تكلمنا قبل كده في مضوع اختيار المدرب من البداية انت بتختار مدرب احد بيقولك عليه او انت بتشوفه في الحالة الفنية انت عايز تجيبه خلاص طب انت عايز ايه من المدرب ولازم تديله الوقت بتاعه يعني انت طب انت هجيب احسن من كابتن حلم مين برضه ما هو اللي هيجيبه اللي سمعتك انه هجيب ما هو برضه نتايج ما انت شاه في المحلة كانت برضه ماشا كويس وكابلت شواء لا كابتن حلم طولان واحد من اكبر وافضل واحسن المدربين في مصر خلال ال 20 سنة الاخيرة تديله فرصة اسلام انت بتتكلم عن الاسبوع الثلاثتاشر انت فاهم ازاي الحقيقة كان قرار غريب يعني انا لما سمعت انا بقى اليومين ثلاثة اه اكيد بكلنا بنسمع يعني اليومين ثلاثة الوسط اليومين ثلاثة اللي فاتوا كابتن كان الكلام عن ان كده كده كابتن حلمي كان البنك اللي حيوجله الشوف ويجي بابا فاسيل ومكان ما عرفش ايه السبب يعني السبب ما فيش حاجة منطقية تتقال يعني ما فيش حاجة منطقية تتقال الراجل برضه ماشي اه ممكن النتايج بس لسه ما عملتش حاجة مانا فيش النتايج ايه ما لسه منحقش طب انت جي في ايه ومشي في ايه وايه اللي حصل عشان تغير اه الجهاز تاني واللعيبة وبعدين احنا كنا بنقول من اسباب يعني وصول الاسماعيلي للمستوى ده هو تغيير الاجهزة صحيح لان تغيير الاجهزة ده يساوي عدم استقرار مصبوح اللعيب بيبقى مش يعني يعني مش قادر يكمل مع مدرب مش قادر يفهم على بال ما بيفهم المدرب عايز ايه بتروح مغيره عشان نتيجة مطش ممكن يكون كويس او يتغلب وبعدين البنك الايلي عنده لعيبة كويسة جدا وجايب صفقات كويسة جدا لما يبقى معاك اسم زي كابتن خالد جلال برضو كان عم معه شبه رائع جدا طبعا بس اقول كابتن خالد مسلا بقاله سنة ولا سنة ونص سنتين فتعدي لكن كابتن حلمي كابتن حلمي طولان هذا الاسم الكبير بصراحة يعني غريبة جدا انا بعتبره من احسن اربع مدربين في الدور المصري طبعا على مدار السنين اللي فاته لا ده باسكولات تتعلم منه شوف لانه نجاحات كبيرة جدا جدا فبصراحة يعني انا دايقت جدا جدا من الخبر ده ما سمعته وقلت لا يعني ما لو الامور هتفضل بهذه الحالة مع الفرق مش البنك الاهلي بس او مع باية الفرق لان احنا عندها تاني مغيرة برضو مدربين كتير ومدربين فنين كتير طب ده ينفع جماعة هو احنا بنتعامل بالقطع المدربين الكبار مهم فش